اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبعد الاطلاع على الامر الملكي رقم الف تقسيم 14 وبتاريخ 3-3 من عام 1414 للهجرة امرنا بما هوات اولا يعفى معالي المهندس ناصر بن عبد الرزاق ابن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه ثانيا يعين الاستاذ عبد العزيز ابن ابراهيم بن حمد الفيصل رئيسا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير ثالثا يبلغ امرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز اهل سعود امر ملكي الرقم الف تقسيم 70 وتاريخ 5-2 من عام 1443 للهجرة بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز اهل سعود ملك المملكة العربية السعودية وبعد الاطلاع على النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم الف تقسيم 90 بتاريخ 27 من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفية المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ 18 من الشهر الثالث من عام 1391 للهجرة وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية للامن السبراني الصادر بالامر الملكي رقم 6800 وواحد وبتاريخ 11 من الشهر الثاني من عام 1439 للهجرة وبعد الاطلاع على الامر الملكي رقم الف تقسيم 14 بتاريخ 33 من عام 1414 هجرية امرنا بما هو اد اولا يعين المهندس ماجد ابن محمد ابن ابراهيم المزيد محافظا للهيئة الوطنية للامن السبراني بمرتبة وزير ثانيا يبلغ امرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان بن عبد العزيز اهل سعود امر ملكي الرقم الف تقسيم 71 وتاريخ 52443 هجرية بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز اهل سعود ملك المملكة العربية السعودية وبعد الاطلاع على النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم الف تقسيم 90 بتاريخ 27 ثمانية من عام 1412 للهجرة وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 بتاريخ الثامن عشر من الشهر الثالث من عام 1391 هجرية وبعد الاطلاع على الامر الملكي رقم الف تقسيم 14 بتاريخ 33 من عام 1414 للهجرة امرنا بما هوات اولا يعين الاستاذ بدر ابن عبد الرحمن ابن سليمان القاضي نائبا لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة ثانيا يبلغ امرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه سلمان ابن عبد العزيز اهل سعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة